طيب مجد فيما يخص بيتسو موسماني واللي عملوا بيتسو موسماني يعتبر عمل إنجاز انه عاد بالأهل تاني للدوري درجة الأولى في السعودية وبعدها كتب تويت غامض شويتين تلاتة هيقعد هيمشن بقاش حد يعرف هو قاعد ولا ماشي هل هو قاعد ولا ماشي والنادي الأهلي أهلي جدة شايف انه موسماني عمل إنجاز ولا عادي هو طبعا عمل إنجاز فكرة انه هم يرجعوا لدوري المحترفين بعد أول موسم ده إنجاز يحسب له ولكن الأمور داخل النادي الأهلي قد تكون غمضة شوية هو حاول يتواصل معهم الفترة اللي فاتت بعد تأكد صعود الفريق هل هيستمر هل هيمشي ما كانش فيه رد من الإدارة فهو اضطر أن يكتب التويتا للأسف موسماني بيكرر تقريبا نفس اللي عمله مع الأهلي بيمشي في ظروف غمضة بيكون محدش عارف من الإدارة أو محدش عارف إيه القرار أو هو بيفكر في إيه للأسف هو أعلن النادي لحد الوقتي ما أعلنش رحيل موسماني ولكن بشكل مؤكد موسماني مش هيكون مع الأهلي الفترة الجاية الطموح عندهم أعتقد هيكون مدرب أكبر عندهم أين هم شايفين موسماني مدرب ينفع مع الفريق حالي بالك هو ما كانش فيه حالة عدم رضا خلال الموسم الحالي وأكتر من مرة الجماهير النادي الأهلي على مرصات تواصل اجتماعي كان بالطالب بيقالته كان فيه أكتر من تعصر خلال الموسم ده في دوري ييلو ويمكن الإدارة الحالية صبرت عليه والمنافسة مش هتكون قوية لسبب في دوري ييلو لأن الأهلي برضو بيلعب بإسمه وبيلعب وكان عنده أكتر من لعيب محترف فطبيعي كان تأهله مش إنجاز كبير يحسب للموسماني ممكن أي مدرب كان فعلا يصعد بالأهل الدوري المحترفين تاني أنت مخدتش دوري المحترفين يعني أنت دوري ييلو طبيعي أن أنت تصعد فهما شايفين أنه مش على قدر المرحلة الجاية خصوصا زي ما كنا نتكلم من شوية أنه فيه لعيبة عالمية جاية وفيه لعيبة سوبرستار وصفقات كبيرة فهما شايفين أنه نطمحهم أكبر من الموسماني عظيم شكرا